موسيقى نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الجزائر الدولية أهلا وسهلا بكم إليكم أبرز العنوين جامعة الدول العربية تعلن عن انعقاد القمة الثانية والثلاثين في التاسع عشر مايو القادم على أن تسبقها قمة عربية تنموية في موريطانيا وقمة عربية إفريقية في السعودية موسيقى رئيس كولومبيا يطالب بحضور الصحراء الغربية في القمم الأيبيرية الأمريكية بصفة مراقب أمام بيدرو سانشيز بعد عام واحد من تحوله عن الموقف التقليدي لإسبانيا حول الصحراء الغربية موسيقى الرئيس الروسي يعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا كييف تنتقد خطط بوتين النووية وتدعو إلى عقد جاسة لمجلس الأمن وحلف الشمال الأطلسي يصف خطاب موسكو عن الأسلحة النووية بالخطير وغير المسؤول دائرة الاحتجاجات والإضرابات العملية تتوسع في أوروبا مواجهات جديدة بين الأمن والمحتاجين في فرنسا ألاف الموظفين في بريطانيا يعلنون عن إضراب شامل أفريل المقبل واحتجاج عملي يشل حركة النقل والمطارات في ألمانيا موسيقى وفي روبرتاجات رمضان تتابعون عادات رمضانية صامدة في تونس رغم تفاقم لازمة الاقتصادية ونشاط تجليد المصاحف والكتب يزدهر في اليمن خلال الشهر الفضيل موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل الرئيسية أعلن الأمين والعام والمساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي يلاحد أن قمة العربية المقبلة بالسعودية ستعقد في التاسع عشر ماي القادم وقال زكينا تحديد موعد انعقاد القمة العربية الثانية وثلاثين بالمملكة العربية السعودية جاء عقب المشاورات التي أجراها الأمين والعام للجامعة أحمد أبو الغيط مع السلطات السعودية التي رحبت بعقد القمة في التاسع عشر ماي مضيفا أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار خمسة أيام استعرض وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الأردني أيمن الصفة دي العلاقات الثنائية بين الجزائر والمملكة الأردنية وأفاق تعزيزها وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين سيما ما تعلق منها بإطلاق خط الطيران المباشر بين الجزائر وعمان وتفعيل لجنة التعاون الاقتصادي فضلا عن تقوية تبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين كما اتفقا على ضرورة برمجة الاجتماعات التحضيرية للاستحقاقات الثنائية المقبلة جاء ذلك ضمن مكالمة هاتفية تلقاها الوزير عطاف من قبل نظيره الأردني حسب ما أورده بيان الخارجية الجزائرية الذي أضاف أن الفرصة سمحت أيضا بالتطارق إلى عدد من القضايا التي اتقع في صلب أولويات العمل العربي المشترك لسيما القضية الفلسطينية وما يعترضها من تحديات فضلا عن المساعي الرامية لللم الشمل العربي واسترجاع الجمهورية العربية السورية مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي استشهد شاب فلسطيني لاحد برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة كفر ياسوف بمدينة الجليل وفادت مصادر فلسطينية بأن أحد جنود الاحتلال الصهيوني أطلق النار على مركبة كان داخلها شاب فلسطيني في العشرين من عمره ما أدى إلى إصابته في الأجزاء العلوية من جسمه وأصفر عن استشهاده هذا وحولت قوات الاحتلال الصهيوني فجراء لأحد بلدة حوار جنوبي نابلوس إلى ثكنة ومنطقة عسكرية بعد عملية إطلاق النار التي وقعت مساء السبت وأصيب فيها ثلاثة من جنود الاحتلال وقالت حركة فتح في تصريحات إعلامية إن قوات الاحتلال الصهيوني كثفت النقاط العسكرية ونشرت الجنود على طول الطريق الرئيس للبلدة كما أغلقت عدة طرق فرعية من جانب آخر أحرق مستوطنون منزلاً فجر الأحد في بلدة سنجل شمالي رمالله وسط الضفات الغربية فيما كانت العائلة موجودة داخله قرر رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنعم نتنياهو عزل وزير الدفاع يواذ جالانت من منصبه بعد دعوته إلى وقف خطته للإصلاح القضاء وقالت وسائل إعلام عبرية إن نتنياهو استدعى جالانت إلى مكتبه وتطورت بينهما محادثة متوترة قال فيها جالانت رداً على سؤال لناتنياهو إنه سيصوت ضد مشاريع القوانين التي ستطرح في الساعات القريبة للمصادقة عليها في شأن آخر كدى رئيس مجلس السياسياد السوداني عبدالفتاح البرهان أن السودان يمضي بخطة حثيثة لبناء دولة ديمقراطية داعياً القوى الرفضة للعملية السياسية إلى الاطلاع على مقترحات الإصلاح الذي اعتبره خادماً للتحول الديمقراطي واعتبر البرهان أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثارة أمام إصلاح الدولة مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة في السودان معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة وأشدد رئيس مجلس السياسياد السوداني على أن الجيش ملتزم بتعاهداته وعدم تردده في تنفيذها منذ بداية التغيير وملتزمنا به منذ التشاور مع القوى السياسية في أننا لن نتردد ولن نتأخر في إنفاز التزاماتنا ولن نقف حجر عثارة في سبيل إصلاح الدولة السودانية نحن نؤكد أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسر هذا وبدأت في الخرطوم لاحد أعمال ورشة الإصلاح العسكري والأمني وهي الورشة الأخيرة من ضمن خمس ورشات عمل تعرف باسم ورشات ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية إذ تم التوافق عليها ضمن الاتفاق الإطاري السياسي المبرم بين المكونين المدني والعسكري في السودان شهر ديسمبر الماضي اقترح رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إضافة دول إفريقية مرتبطة لأسباب مختلفة بدول المنظمة العيبيرية الأمريكية بصفة مراقبين إلى القمم العيبيرية الأمريكية بما في ذلك الجمهورية الصحراوية الرئيس الكولومبي وفي قمة سانتو دومينغو وبحضور رئيس الحكومة الإسبانية بيترو سانشيز دعا إلى خلق جسور مع القارة الإفريقية لدمج البلدان الناطقة باللغتين الإسبانية والبرتغالية واصفا ما يحدث في الصحراء الغربية بالظلم لم يتوقع رئيس الحكومة الإسبانية بيترو سانشيز خرجة الرئيس الكولومبي في قمة سانتو دومينغو عندما فجأه بطلب دعوة الجمهورية الصحراوية إلى القمة العيبيرية الأمريكية كعضو مراقب وكأن لسان حالي سانشيز يقول هنا إلى متى تبقى لعنة قرار الصحراء الغربية تتبعني أينما حللت وأمام الملأي وبحضور شخصيات بارزة اقترح الرئيس الكولومبي إضافة دول إفريقية مرتبطة لأسباب مختلفة بدول المنظمة الإيبيرية الأمريكية كمراقبين في القمم بما في ذلك الجمهورية الصحراوية التي اعتبرها ضحية ظلم أقترح إضافة دول إفريقية مرتبطة لأسباب مختلفة بدول المنظمة الإيبيرية الأمريكية كمراقبين إلى القمم الإيبيرية الأمريكية بما في ذلك الدولة الصحراوية التي تعتبر ضحية ظلم هذا المقترح ليس جديدا لأن المجتمع الإيبيري الأمريكي قد فكر بالفعل في شخصية المراقب المساعد والاستشاري منذ عام 2009 وتتكون القائمة من 12 بلدا صحيفة الانديبندنتي نقلت أيضا على لسان الرئيس الكولومبي دعوته إلى خلق جسور مع القارة الإفريقية لدمج البلدان الناطقة باللغة الإسبانية والبرتغالية إلى المنتديات التي يتم عقدها في إشارة إلى الصحراء الغربية خطوة يعتبرها متتبعون للمشهد أنها تجسد ثقل القضية الصحراوية في المحافل الدولية كونها تحمل بعدا سياسيا عميقا إضافة إلى أنها ضربة موجعة للقرار الانفرادي لبيدرو سانشيز فيما يتعلق بالأطروحة المغربية في الأراضي الصحراوية دعم الرئيس الكولومبي للصحراء الغربية دولة وشعبا أمام رئيس حكومة تخذ قرارا إن عكست تبعاته سلبا عليه على الصعيدين الداخلي والخارجي يعتبر خطوة تصب في دلو المكاسب التي يميزها الاعتراف الدولي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وذلك في عقاب مواقف متتالية تعبر عنها عدة دول داعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير اتسعت رقعتها مؤخرا بالدعم المتنامي لدول أمريكا اللاتينية رغم مناورات نظام المخزن المتتالية التي تحاول في كل مرة احباط كل اعتراف بالصحراء الغربية في تونس انتشل خفر السواحل 29 جثة لمهاجرين غير نظاميين بسواحل صفاقس جنوبي البلاد كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية إلى إيطاليا وأوضح المتحدث باسم الحرسية الوطنية تونسي حسام الدين الجبابلي في بيان أن وحدات الحرسية البحرية تمكنت من ضبط أكثر من 2900 مهاجر غير نظاميين منهم عشرة تونسيين فضلا عن انتشال تسع جثث لأفارقة من جنوب الصحراء ضمنهم أربعة أطفال ورضيح نبقى في تونس ورغم المتاعب التي تكابدها شريحة واسعة من تونسيين جراء الأزمة الاقتصادية وتدني القدرة الشرائية إلا أن العادات الرمضانية بالنسبة إليهم تمثل ارتباطا وجدانيا الأمر الذي جعل الأسواق الشعبية في تونس تحافظ على مشاهدة أو مشاهدها الفريدة التي ينبع منها عبق الماضية في قلب شوارع العاصمة التونسية يتصاعد عبق العراقة ومعه تتكشف تفاصيل ارتباط فريد بالمكان هنا في أرجاء السوق البركة الشعبي تتجلى مشاهد استقبال الشهر الفضيل حركية السوق لا يمكن إلا أن تجسد واحدة من أبهى صور الاستعدادات رمضان شهر منغرس في عميق الشعب التونسي الذي أصيل في قيمه ليس متطفلا عليها ولا جديدة هي عليه وبالتالي عندما يأتي رمضان يحتفل الناس ويتهيأون له سواء كان بعداد منزلهم أو باشتراع كل حاجياتهم حتى وإن ترفعت الأسعار بشكل ما فنحن نتعايش مع الظاهرة تدني القدرة الشرائية ومرتبط معها من غلاء طال مختلف حاجيات المواطن لابد له من وعي وتفطن يقول كثيرون ممن التقيناهم هنا تضامن لمواجهة المتاعب الاقتصادية ينشد نفسونهما موازاة والإجراءات التي تقرها السلطات بين الفينة والأخرى ثم أشياء يزمها تتخدم بالصبر مضابين وكلوا صادقين وإن شاء الله نرحموا بعضنا ونكونوا أخوة مع بعضنا وهذاك هو ليهم في الوقت الحاضر لأنها كل فترة تزول روحنا مكلتنا نحن التونسية رأي تتنوع نجموا نغليوها نغليوها ونحبوا نعملوها بسط الحاجات نجموا نلبس الحاجات رائحة الشهر الفضيلة التي تعطر كل زائن للأسواق الشعبية التونسية تفتح شهية على مختلف حاجيات المائدة الرمضانية نحن عنا في العادة والعادات نعملو شربة ونعملو مثل جزيم بلا مثل مقرونة ولا حاجة وعنا البريكة هذه كما تتنسيش ووصلتها مشوية وكل واحد قدره والحمد لله يا رب بكثير من اليقظة يوزن المواطن التونسي بين قدرته الشرائية والاستهلاك الواسع خلال شهر صيام على أمل انفراج الوضعية وتحسنها مستقبلا محمد بوعلام سلمي لقناة الجزائر الدولية تونس العاصمة صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بلاروسيا المجاورة قرار وصفته كييف بأنه خطوة نحو زعزعة الاستقرار في البلاد كما توعد الاتحاد والأوروبي العاصمة مينيسك بفرض مزيد من العقوبات عليها تعظم موسكو على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلاروسيا يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ماضية في هذا القرار ويستبعد في الوقت ذاته أن يكون التسليح الاستراتيجي للجارة مخلا بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الموقعة عام 1969-900-1000 الرئيس بوتين في تصريح نقله التلفزيون الرسمي عزى قراره إلى نشر الولايات المتحدة أسلحتها النووية على أراضي حلفائها بما فيها تدريب أطقمها وطيارها لوكاشينكو على حق عندما يقول نحن أقرب حلفائك لماذا ينشر الأمريكيون الأسلحة النووية على أراضي حلفائهم ويدربون الأطقم والطيارين على كيفية استخدام هذا النوع من الأسلحة إذا لزم الأمر اتفقنا على أننا سنفعل شيء نفسه دون الإخلال بالتزاماتنا أؤكد دون انتهاك التزاماتنا الدولية بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية سريعا ما بدى القلق على كييف الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف قال إن روسيا تحتجز بيلاروسيا وفق وصفه وإن عزمها على وضع أسلحة نووية على أراضيها خطوة نحو زعزعة استقرار بلاده وعلى نهج التنديد والتوتر ذاته استنفر الاتحاد الأوروبي بردود فعل رافضة جملة وتفصيلا ما أفصح عنه بوتين مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل اعتبر ذلك تهديدا للأمن الأوروبي متواعدا مينسك بفرض مزيد من العقوبات عليها التنديد ذاته جاهرت به ألمانيا وبولندا وغيرهما كثر في السياق ذاته طلط وزارة الدفاع الأمريكية بشيء من الحذر والتريث بل بكثير من التوقع أن معالم المستقبل القريب لتسليح بيلاروسيا لم تتضح يؤكد البنتاجون في بيان له عدم وجود أي مؤشرات بشأن استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية وأنه لا يرى أي سبب يدعو لتعديل الوضع النووي للولايات المتحدة يرى مراقبون أن بلوغ مآلات الحرب في أوكرانيا حد استخدام القوة الرادعة نتيجة مباشرة لتواصل الإمداد الغربي لكييف بالأسلحة رغم تحذيرات وكالة الطاقة الذرية من احتمال حدوث كريثات نووية ووعيد روسيا بنجوئها للدفاع عن أمنها القومي إذا اقتضى الأمر انتقد حلف شمال الأطلسي روسيا الأحد بسبب ما وصفه بالخطاب الخطير وغير المسؤول عن الأسلحة النووية وقال متحدث باسم الحلف إن النيتو متأيقظ ويراقب الوضع عن كثب مؤكدا أنه لم يرصد أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا من شأنها أن تقود حلف شمال الأطلسي إلى تعديل وضعه أكد رئيس الروسي فراديمير بوتين أن بلاده والصين لا تعملني على تأسيس تحالف عسكري مضيفا أن تعاون العسكرية بين البلدين يتسم بالشفافية بوتين في تعليقات بثى تلفزيون رسمي ولاحد بعد أيام على استضافة الرئيس الروسي نظيره والصيني شي جيمبينغ في الكريملين اتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالسعي إلى تشكيل محور جديد قال إنه يشبه إلى حد ما تحالف ألمانيا وإيطاليا واليابان بنى الحرب العالمية الثانية نحن لا نؤسس أي تحالف عسكري مع الصين نعم لدينا تعاون في مجال التفاعل العسكري التقني نحن لا نخفي هذا كل شيء يتسم بالشفافية ليس هناك ما هو سري يتحدث المحللون الغربيون عن بدء الغرب في تشكيل محور جديد مشابه لمكوانته في الثلاثينيات الأنظمة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا واليابان العسكرية أعلنت هندراس السبت عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان حيث قال وزيره خارجية هندراس إن بلاده تعترف بوجود صين واحدة فقط في العالم وإن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأسرها معتبرا أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية من جهتها أعلنت الصين قامت علاقات دبلوماسية مع هندراس مع السعي لتطويرها على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الإقليمية بمبدأ الاعتراف بالصين الواحدة تضع الهندراس حدا للعلاقات الدبلوماسية مع تايوان استمرت لعقود الخارجية الهندراسية أكدت في بيان اعترافها بوجود الصين واحدة فقط وأن سلطات بيكين هي الممثلة الشرعية والوحيدة للصين كلها وعلى السريع كان الإعلان في بيكين عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين ضمن لقاء النجم مع وزيري خارجية البلدين لقاء كان لا يتفاق فيه على تطوير العلاقات على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية تعترف حكومة هندراس بوجود صين واحدة في العالم وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية تمثل الصين ككل وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية اعتبارا من اليوم أبلغت حكومة هندراس تايوان بقطع العلاقات الدبلوماسية وفيما لم تولي تايوان قيمة لمحتبرته تجسيدا للوعاد الانتخابي كانت قطعته رئيسة الهندراس زيو مارا كاسترو التي تولت منصبها مطلع عام 2022 راحت تايبي تصف قرار الهندراس بقطع العلاقات الدبلوماسية نتيجة للإكراه والترهيب من الجانب الصينية أما من هناك في واشنطن فاللهشة لم تتغير رغم وصفها القرارة بالسيادية من المهم الإشارة إلى أن الصين تقدم وعودا في كثير من الأحيان مقابل الاعتراف الدبلوماسي لكنها لا تفي بتلك الوعود الولايات المتحدة تشجع بقوة جميع الدول على توسيع علاقاتها مع تايوان والاستمرار في الوقوف إلى جانب الديمقراطية والحكم الرشيد قرار الهندواس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان مقابل توسيعها صوب محوار بيكين لينضم إلى قرارات مشابهة أعلنت عنها دول عديدة مؤخرا على غرار بانما وسلفاتور أجل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى الصين السبت إلى أجل غير مسمى وكان سيلتقي خلالها بنظيرها الصيني شي جين بينك وفد بيان اليمنة الإعلام لدى الرئاسة البرازيلية بأن قرار تأجيل الزيارة جاء بعد تأكد إصابة الرئيس لولا دا سيلفا بالتهاب رئوي حيث أوصى الفريق الطبي برجاء زيارته إلى الصين توسعت موجة والاحتجاجات في أوروبا إلى عديد العواصم وتسببت في شلل تام للنشاط الاقتصادي في القارة مع تعالي الأصوات الغاضبة في الشارع مطالبة بتحسين ظروف المعيشية ما قد يمهد حسب متابعين الطريقة مما اضطرابات سياسية موجة احتجاجات تضرب أوروبا في العمق وتشل النشاط الاقتصادي في كبرى عواصم القارة العجوزة اضطرابات عمالية قلبت كل الموازينة وجعلت الشارع الطرف الأقوى في معادلة تعبئة السياسية في فرنسا تتصاعد حدة الاحتجاجات وتنقطع معها الخدمة الرئيسية في الدولة كل شيء معطل الصحة التعليم الطيران النقل والمحروقات أصوات الشارع الغاضبة اكتسحت العاصمة باريس وزحفت إلى مدن أخرى وتحولت إلى صدام مباشر مع قوات الأمنة حتى سقف المطالب ارتفع فلم يعد المتظاهرون يطالبون بتغيير مشروع نظام التقاعد فقط بل تعداه إلى المطالبة بتنحية الحكومة نسق لاحتجاجات نفسه امتد إلى عاصمة الضباب لندن فمستويات العالية لأسعار المستهلكين وندرة المواد الأساسية قادت المواطنين للاحتجاج على الحكومة التي فشلت في نظرهم في احتواء جماحي التضخم الأمر ذاته في ألمانيا وبلجيكا زيادة تكليف المعيشة وعدم قدرة الحكومة على رفع الأجور إلى المستوى المطلوب تسبب في تأجيج الإضرابات وإخراج المواطنين للشارع الاقتصاد الأوروبي على صفيح ساخن بعد أن اندلعت الاحتجاجات الشعبية في كل ربوع القارة لتدشن بذلك أسوأ أزمة سياسية واجتماعية وضع متأزم أجبر الحكومات الأوروبية على البحث عن حلول مستعجلة لاحتواء غضب الشارع المحتج وضع يزيد الضغوط على اقتصادات أوروبا ويعمق معاناتها من أزمات تضخم الطاقة والسيولة المالية حذرت مديرة صندوق النقدي الدولي كريستالينا غوركيفا من تفاقم المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي على الاقتصاد العالمي غوركيفا في كلمة نلقتها في منتدى التنمية الصيني المنعقد في بكين لحد دعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهديئة ضغوط السوق وصفة السنة الجارية بعام التحديات مع تباطئ النمو العالمي إلى أقل من ثلاثة في المئة بالسبب تدعية الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية الاقتصاد العالمي يقف أمام مخاطر على الاستقرار المالي على وقع تحذيرات كهذه استشرف صندوق النقد الدولي توقعاته على خلفية تدهور الوضع المالي العالمي بفعل الانهيارات المتتالية للبنوك الأمريكية المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي تزايدت صانعوا السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار البنوك لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر تحذيرات الهيئة المالية الدولية تعدت إلى إطلاق صافرات انذار بنخفاض كبير في النمو العالمي إلى أقل من ثلاثة في المئة خلاصة لجملة عوامل أهمها مخلفات الجائحة الصحية والتوتر الجيوسياسي شرق أوروبا إضافة إلى تجديد السياسة النقدية 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تبطء النمو العالمي إلى أقل من ثلاثة في المئة بسبب تدعية الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية حتى مع وجود رؤية مستقبلية أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ ثلاثة في المئة وستظل التوقعات ضعفة إجمالا في المقابل يسارع الصندوق الدولي إلى التكثيف من جهوده للتقليل من حدة التداعيات المحتملة على الاقتصادات والاستقرار المالي لا سيما ملاءمة احتياجات البلدان محدودة الدخل وصاحبة الديون المرتفعة نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي نولي اهتماما وثيقا بالدول الأكثر عرضة للمخاطر لا سيما الدول المنخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون تحذيرات صندوق النقد الدولي من منبري منتدى التنمية الصيني في بكين وان بدت كتوقعات اولية غير انها ستضع صناع القرار في العالم امام تحدي يستدعي اقرار تحرك حاسم في سبيل احتواء مواطن الضحف المالي وتجنيب العالم ازمة مصرفية جديدة ارتفعت حصيلة قتل العصير التي اشتحت ولاية ميسي سيبي جنوبي الولايات المتحدة الى 25 شخصا فيما اصيب عشرات اخرون وحسب ما اعلنت عنه هيئة ادارة طوارئ في ميسي سيبي فقد جرى الابلاغ عن تسجيل الوفيات في مقاطعات شاركي وهانفريز وكارول ومونر وكان حاكم ولاية ميسي سيبي تايت ريفيز قد اعلن السبت حالة الطوارئ في المقاطعات المتضررة من العواصف والاعاصير في فنزولا اوقف 21 شخصا على الاقل منهم عشرة موظفين رسميين وذلك في طار التحقيق في قضايا فساد على مستوى شركة النفط المملكة للدولة فيتروليوس دي فنزولا وقال المدعي العام طارق ويليام صعب ان الموقوفين متهمون بالاستلاء على ممتلكات عامة او اختلاسها وسوء استغلال النفوذ وغسل الاموال وتكوين عصابة والخيانة وتوقع صعب حدوث عشرات التوقفات الاخرى في وقت تتواصل فيه العملية اطفأت ابرز معالم العالم اضواءها السبت في طار حملة ساعة الارض العالمية التي تهدف الى زيادة الوعي بتغير المناخ فعالية ساعة الارض نظمت لاول مرة في سيدن باستوراليا عام 2007 واصبحت منذ ذلك الحين فعالية عالمية تطفئ فيها 188 دولة ومنطقة انوار ابرز المعالم على اراضيها من اجل المناخ والطبيعة ومن الصين الى فرنسا اطفأت مئة المدن حول العالم الانوار في ابرز معالمها لتوحد صوت العالم خلال ساعة الارض التي تهدف الى زيادة الوعي وتنوير الاجيال القادمة بخطورة التغيرات المناخية اكبر فعالية مناخية دولية شاركت فيها سيدن عند ساعة ثامنة ونصف مساء باطفاء انوار دار اوبيرا سيدن الاسترالية وجسر هاربر بريج للاحتفال بساعة الارض كما اطفأت العاصمة تايلندية بنكوك انوارها في اطار المبادرة حيث تم اطفاء اضواء منطقة مركزية في جاكارتا وساد الضلام العديد من المباني الكبيرة الاخرى في المنطقة المحيطة معالم اخرى قررت المشاركة في المبادرة ففي هونج كونج الصينية اطفأت المعالم في ميناء فيكتوريا ادواءها لزيادة الوعي بتغير المناخ وعبر ابرز معالمها شاركت ايطاليا هي الاخرى في حدة ساعة الارض الذي يندم سنويا في انحاء العالم منذ 2007 فاطفأت انوار الكولوسيوم الروماني القديم احد رموز العاصمة الايطالية روما الذي شارك ضمن فعاليات حملة ساعة الارض واطفأت اضواؤه للفت الانتباه الى ظاهرة الاحتباس الحراري اليونانو هي الاخرى تضامنت مع الحدث واطفأت انوار معبد الاكروبوليس الشهير الذي يعتبر من عجائب الدنيا السبع مع مشاركة معظم المعالم الاثرية باليونان والمدن الكبيرة في رسالة الى العالم اجمع للمشاركة في حماية الكوكب من التغيرات المناخية ينتعش نشاط تجليد المصاحف والكتب خلال شهر رمضان في العاصمة اليمنية صنعاء وتعمل الدكاكين التقليدية لترميم الكتب على مدار الساعة لتجليد المصاحف المتضررة وتجديدها وخلال شهر رمضان الفضيل يزيد الطلب على هذه الدكاكين خاصة النصائمين يقضون مزيدا من الوقت في تلوة القرآن في هذا المحل القديم يعكف هاشم الصراجي حباك المصاحف والكتب على ترميم العشرات منها من اجل تقديمها الى المساجد تزامنا وشهر رمضان الكريم هذا اول حباكة الكتب يعني بتقوموا يعني نحن بتركيب اول شيء يعني السراي حتى العمل البزة هذا يعني القرداز نحن نركب اول شيء القرداز وبعد ما نتم نركب القرداز نركب البز وبعد ما نتم نركب البز نقوم بخلال ضب المختب بالشكل هذا يبدأ هاشم عملية الترميم بوضع انواع معينة من الورق والنسيج على المصحف المراد ترميمه للسقها عليه لاحقا ومن ثم تضاف لها اغلفة صلبة وعلامات مرجعية لتترك في الاخير تحت اشعة الشمس بين لوحين خشبيين لمدة 24 ساعة كاملة يقول ابراهيم الزيدي انه جاء من محافظة المحويت التي تبعد بنحو مائة وخمسة عشرة كيلو متراً عن صنعاء قطع الرجل هذه المسافة الطويلة من اجل احضار عشرات المصاحف لتجديدها على نفقته الشخصية بغرض تقديمها للمساجد جيت من محافظة المحويت من ديوري تشفون كوكباء جبت معايا مصاحف 47 مصحف على اساس ان نحبه كله ان كان فيه المزك واي مسجد محتاج اي مسجد مزك مع اختم مزكات نحن نصلح على حسابنا الشخصي وفي رمضان بالاخص كلهم يشتووا يدرسوا فؤاد عبدالله هو الاخر يمارس الحرفة ذاتها المزدهرة هنا في سوق صنعاء ويستقبل يوميا عشرات المصاحف القادمة من كل محافظات البلاد بهدف تصليحها وتقديمها الى المساجد ليستفيد منها جميع الناس خلال شهر رمضان يملأ المصلون اروقة الجامع الكبير بصنعاء ومئات المساجد في انحاء العاصمة اليمنية للصلاة وتلاوة ما تيسر من كتاب الله لتتميز الامكنة هناك برحانية تعطر ايام رمضان في رحاب اليمن الذي يتمنى اهله ان يعود سعيدا في الرياضة حل وفدو المنتخب الجزائري لكرة القدم ظاهرة لاحد بتونس تحسبا لخوض مباراة الجولة الرابعة من تصفية كأس امم افريقيا 2023 امام نيجر وكان على رأس بعثة الخضر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاهيد زفيزف ويسعى الخضر الى تحقيق رابع انتصار على التواليف التصفية وترسيم تأهل الى الكان في صدارة المجموعة السادسة كل مباراة رهي مهمة احنا رانا في بداية مرحلة رانا في انا انجكتي يعني دونوفو جوار من لادات فيفا تسيبطنب اليوم رانا تقريب عشر لعبين تقريب نص التركيبة راهي جديدة وبالتالي ما كانش مقابلة سهلة ولا موريحة كل مقابلة مهمين الاهم هو ان نكون فعالين ومفيدين في عملنا مع تطوير اللاعبين والرغبة في تحقيق الفوز كرة القدم لعبة تنافسية نريد دائما تحقيق الفوز وهذا غير ممكن سنعمل كل ما في وسعنا من اجل بلوغ الهدف وتحقيق الانتصارات والالقاب واسعاد بلدنا هذا واجر المنتخب الجزائري لكرة القدم ماخر حصة تدريبية له قبل قليل بملعب إيرادس الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة بين الخضر والنيجر غدا على الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي ولمزيد من تفاصيل رابط الاتصال بمفيد قناة الجزائر الدولية الى تونس الزميل محمد بوعلام سلمي اهلا بكم سلمي كيف هي الاجواء من داخل معسكر المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم خلال الحصة التدريبية التي تجرى في هذه الاثناء اهلا بك رمزي اهلا بكل متابعي قناة الجزائر الدولية كما تشاهد متواجدون بملعب رادس الذي سيحتضن مباراة المنتخب الجزائري امام منتخب النيجر في اطار الجولة الرابعة من تصفياته كان كوديفار كما تشاهد مباشرة خلفي اللاعبون يجرون اخر حصة تدريبية تحضرية للمواجهة المهمة التي سيدخلها ربما اشبال جمال بالماضي باريحية بصفتهم متصدرين لمجموعة السادسة لان نقاط المباراة تبقى مهمة من الناحية النفسية لزملاء القائد رياض محرز الحصة شهدت حضور بعض المناصرين من الجلية الجزائرية المقيمة بتونس وحين نتحدث عن المناصرين نرمز لبأس ان نذكر ان السلطات التونسية سمحت الجماهير الجزائرية بالدخول بالمجان لملعب رادس لمتابعة زملاء يوسف بليلي في هذه المواجهة هذا الامر سيتيح وستكون فرصة ذهبية للمناصرين للحضور بقوة لمتابعة هذه المواجهة نعم شكرا جزيلا لك زميل محمد بوعلام سلمي قال وزير وشباب والرياضة الجزائرية عبد الرحمن حمد ان هيئته سترافق والبطل ايمان خليف حمد اكد تقديم طعن بخصوص استبعاد الملاكم الجزائرية من المنازلة النهائية لبطولة العالم بالهند وقال الملاكم الجزائرية السابق محمد فليسي من جانبه ان ايمان خليف تعرضت الى مؤامرتين من اطراف لا تريد والخيرة للجزائر كاللجنة اولمبية او كالوزارة او كاتحادية راح نعمل كل ما بيوسعينا يعني لفرد هاد الدوسي تانيا الشي اللي ريحنا نوعا ما هو انو التورنوى كاليفيكاتيف كل الحركة الرياضية والحركة الولمبية يعني كل المسؤولين في الرياضة الجزائرية وقفين على هاد الوكا هدايا حتى ان شاء الله يكون تكون نتيجة جيدة ان شاء الله في الايام القليلة القديمة هذا الشيء والله جد مؤسف مؤامرة كبيرة لصلاة قبل ما تقول هي مؤامرة انا قلتها في نفسي انا مؤامرة كبيرة لصلاة هذه البطلة لازم كما اقول لك نوقفوا معا نعملوها معنويا انا مشيحها جه سهلة باش تكونت يوم قبل النزال النهائية انا تتلقى روحك مقصى نهائيا والله هذا مؤسف الملاكمة هذه اني انا كملاكم جزت على المراحلة هذه وحسيتها ان اليوم نحاولي زوج ميداليات في بوضع العالم في روسيا وفي في ألمانيا نحاولي زوج ميداليات نعرفوا بل الجزائر ميحبوهاش ميحبوش باش علامة جزائر يطلع نهاية والنشرة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة